وفيما هم يتكلمون بهذا يسوع اللي تظاهر كأنه رايح حتة أبعد أو يسوع اللي اختفى عن أعينهم عمل إيه يسوع في اللحظة دي وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم سلام وهي دي حتة الصح دي حتة الصح اللي أنا عاوزكوا فيها دي حتة الصح اللي أنا كنتم منتظر أن أنتم تبقوا فيها وأنا متخيل يسوع أعتقد أن يسوع كان عاوز يشوف التلاميذ كلهم في أرشاليم في الحتة اللي مستخبين فيها من بدري ولا لا بعدها أعتقد أننااء عاوز يشوفهم من بدري يعني إ мне أعطاقت مش عارف بس سنعرف لما يطلع السماء ولكن أعتقد أنا عاوز يشوفهم من بدري بسقتلي مستنى لحد أمتى لحد ما تلمزين ذول يرجعوا وأول ما رجعوا أما هو عمل إيه حظر لهم كلهم وسعط معاهم وسكس乎 معاهم وتعشى معاهم وسكي معاهم لأنهم يبقوا في المكان الصح وأنا عاوزهم كلهم يكونوا متجمعين في المكان الصح أنا أريد أن كلهم يكونوا في المكان الصح وندقوا لنا النهاردة أنت أريد أن تستمتع به خليك في الحطة الصح والحطة الصح هنا كانت فين كان أنهم يرجعوا لمن للتلاميذ يلزقوا فيهم وإحنا ساعات كثيرة قوي بنعمل كل شيء صح مع هذا الموضوع هذا إحنا أريد أن نعمل كل شيء صح مع ربنا فيما عادة أننا نلزق في بعض أننا نحب بعض أننا نقبل بعض أننا نغفر لبعض لا نستطيع أن نعملها وطول ما نستطيع أن نعملها لا نستطيع أن تستمتع به كان هناك قصة أعتقد أن هذه القصة لم أتحدثتها في صباح الجمعة أعتقد أن أتحدثتها في مسائل أحد لكن أريد أن أتحدث أن هذه القصة تفرق معي كنتم مرة رايح مؤتمر إعدادي عندي وعزتين الصبح وبالليل من 3-4 سنين القصة هذه وأنا بوعز لإعدادي وعزة الصبح كانت تلك لا أعرف لفظة تلك هذا مفهوم أو لا لكن هذا لفظة مشهور أو يعني أنني أتحدث ولم أحد سمع أي شيء يعني كل الناس ليس مركزة وفي أثنين قاعدين قدامي والأكتر أثنين مفروض يعني أحسن أثنين في إعدادي قاعدين قدامي عمليني تكلموا مع بعض طول اللعظة فأنا أشعر أن هذا خراب يعني حاجة مقاسية أنا أريد أن أروح وبعين كنت محضرها كويس قوي فأنا أشعر أن هناك شيء غلط أكيد أكيد هناك شيء غلط وطبعا فيه الشيلة التي هي 15-20-1 أصلاً ما يدخلوش الاجتماع الذين كانوا برّة أصلاً يعني وأنا أصلاً لا أريد أن يكون موجودين يعني لو دخلوا لو الأثنين دول يتكلمون مع بعض أما لو 15-20-1 الذين دخلوا سيحدث فيه يعني سيتبهدل يعني فاكر في الراحة ما بين الصبح وبالليل قعدت صلي كده ولمش عارف في إيه غلط وبعين فجأة ربنا فكرني أن فيه واحد غلط في حقه من سنة فاتت وأنا بقالي سنة مش رادي رد عليه في التليفون ليه لأن أنا مش غفر له فأنا على طول ردت على ربنا جوايا وقلت له إيه قلت له لا 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 أنت مش فيهم كويس ما معناها يعني قلت له أن بردش عليه لأني مشغول ليش لأني مش غفر له طبعاً هذا مش معناها أنه مش برد عليك في التليفون هذا مش غفر لك يعني بس فهو مع الشخص ده بالذات كان ده الوضع يعني قال لي لا لا أنت مش غفر له هو غلط في حقك بس أنت مش رادي تغفر له أنا عاوزك تغفر له فأنا قلت ربنا لا لا أنا غفر له أنا مردش على التليفون لأني مشغول قال لي لا لا أنت مردش على التليفون لأنك مش غفر له تكلموا كده طيب بسرعة كانت مكالمة إيه قوي بس قررت أن أنا أعملها وكلمت في التليفون وبركته وغفرت له وقلت له آسف أن أنا ما ردتش عليك الثاني اللي فاتت أنا متأسف جدا وحطت التليفون في جيبي وحسيت براحة غير عادية حسيتني كان حمل على زوري وقلبي وكل جسمي كده كأنه تفك كأنه تفك وده كان الساعة ثلاثة الظهر وما حضرتش خالص يعني قعدت من ثلاثة لحد الساعة سبعة ما حضرتش خالص الوعظة بتاعت بالليل دخلت عليها كده وحصل حاجة غريبة جدا بقى في الوعظة دي كل الاجتماع دخل حتى تشيل لخمستاشر عشرين واحد اللي هم اللي بيعملوا قلق دول دخلوا وكنت بوعز عن موضوع معقد جدا وكانوا كلهم كلهم مركزين معايا وبصني كده وربنا باركنا جدا 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 في الاجتماع ده وتعلمت الدرس يوميها اوقف في المكان الصح عاوز تستمتع بيسوع اوقف في المكان الصح يمكن أنت منع بركة عنك لأنك مش واقف في المكان الصح يمكن أن تحزن روح القدس لأنك غريبة لأنك مش واقف في المكان الصح أنت طافي روح القدس لأنك مش واقف في المكان الصح إنما النهاردة لو جاز التعبير أنت في عمواس والدنيا بالليل وانت لسه واصل يستلزم الأمر أنت فعلا تروح دلوقتي ترجع تقف في المكان الصح عشان تستمتع بيسوع لأن يسوع بيقولك القصة ما انتهتش خالص لسه في حاجات كتيرة قوي عاوز يعملها في حياتك وحياتك